رعب وخوف شديدين عاشها أهالي ناحية بيرسيفي التابعة لقضاء زاخو بعدما تفاجأوا ليلة أمس باستهداف ناحيتهم بصاروخ أطلقته طائرة تركية هذا الاعتداء الجديد خلف أضرارا مادية كبيرة في المنازل القريبة من موقع سقوط الصاروخ طائرة تركية قصفت هذا المكان بصاروخ يوم أمس أهالي ناحية بيرسيفي أصابتهم حالة من الهلع والجميع خرجوا من منازلهم ولكن الحمد لله كانت الأضرار مادية فقط برحة سعي داعش إلا خمسة تقريبا سمعنا صوت الصاروخ قوي كلش قريب ومعرفت داخل قراج واقع الصاروخ صبح قاعدت شفت واقع السقيفة من السيارة وداخل بالسيارة وضرار بس بالسيارة الحمد لله والشكر احنا طلعنا بالسلامة النازحون في المخيمات وأهالي القرى طالبوا حكومتي المركز والإقليم بالتدخل السريع كي لا تزداد وتتكرر هذه الاعتداءات التي تهدد أمنهم وسلامتهم وإجراء حوارات جدية وسريعة لإيقاف هذه الهجمات التي أذرت بهم ماديا ونفسيا من أشدات الحكومة العراقية يدخل في هذه الشغلة إذا ما يدخل في هذه الشغلات بكاركوك، باطوفة، بيقوفة، بكاني مازي، بدرقلة، بزاخو بأي منطقة من السنجال للكاركوك إذا ما يدخل في هذا باتشن ما يدخل في بغدادهم اعتداء جديد من القوات التركية على هذه المنطقة الآهلة بالسكان بلا رادع ولا احترام لاستيادة العراقية سرائيات العراقية الإخبارية من قضاء زاخو